أبتكارات واختراعات تخدموا بالدرجة الأولى دوية العزيمة تساعدهم على تخطي الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية تم عرضها في المعرض المصاحب لمؤتمر تيكنولا إعاقة الذي يقيم مؤخرا في البحرين حيث شهد المؤتمر والمعرض المصاحب له مشاركة واسعة من قبل العرضين من مختلف الشركات وأصحاب المبادرات والتطبيقات الحديثة المهتمين بتنمية وتأهيل قدرات ذوي الإعاقة المزيد من التفاصيل وزميلة خولة لغرينيس بارقة أمل لاحت في الأفق منح الدوية العزيمة وكبار السن فرصة جديدة لينسوا فيها الصعاب التي قد تواجههم في حياتهم اليومية من خلال تقنيات جديدة ومتطورة أرضت في المعرض المصاحب لمؤتمر تيكنولا إعاقة تمثلت في مشاريع وأدوات وتطبيقات تيكنولوجية تخدم كبار السن والإعاقة بكافة أنواعها حبينا نكون هنا عشان نورجي كيف طباعة ثلاثية أبعاد تخدم ذوي إحتياجات الخاصة في صناعة مثلا أطراف صناعية لهم لا سمح الله إذا أحد انقطعت انبترة يد مثلا أو انبترة رجلة نقدر نسوي لهم قطع تناسبهم بحيث أنه تكون هذه القطعة مخصصة لهذا الشخص مقاساتها تكون مخصصة لهذا الشخص اللي موجود حاليا في السوق ممكن يكون مش مناسب لكل الأشخاص اللي موجودين فممكن هو يسوي لها تصميم الخاص مثلا إذا عندها الكمبيوتر أو الشركة المصنعة اللي عندها هذه الأجهزة تقدر تسوي تصميمها الخاص بحيث أنه تساعد أكبر عدد من الممكن والتكلفة اللي هتكون أقل بواجدنا التكاليف اللي موجودة أورادة في السوق هذه الأذن الصناعية مثلا مثلا مثل للمكفوفين أدوات للتعليم المكفوفين ممكن نساعد للصم والبوكم لتعلمهم القطع مثلا تعلمهم الأشكال لتعلمهم هذه الأشياء فتدخل في التعليم كمان تخصصنا في العلاج الطبيعي لمرضى الشلال الدماغي والإعاقات الجسدية وعلاج اضطرابات النطق واللغة حاولنا نركز في المركز على العلاج بالبدلة الفضائية لأنها جديدة على المجال الإلاج الطبيعي خاصة للأطفال البدلة الفضائية تعطي ضغط للجسم أنها تعدل من قوام الجسم على أساس الشخص يقدر يؤدي التمرين بالطريقة الصحيحة تطبيق إحسان إنسان لفت أنظار زواري المعرض خصوصا وأنه سيساعد في تخفيف معاناة الصم وضعاف السمع في المجتمع وتعزز من تواجدهم التعليمي والأكاديمي وتخفف من الصعوبات التي قد يواجهونها عند التواصل مع المتكلمين أحب أعطي تفاصيل أو شرح مبسط لتطبيق إحسان إنسان هو ترجمة الفورية المستمرة للمحادثة تحويل الكلام المنطوق والمكتوب إلى لغة إشارة بحيث أنه يستطيع الإنسان السامع التواصل مع الإنسان الأصم بهذا التطبيق على سبيل المثال أنا إنسان أصم وأتكلم مع إنسان سامع الإنسان السامع يقدر يتكلم بدون تسجيل بدون شيء يتكلم بمنتهى الحرية كلام منطوق فيتحول بكتابة ولغة إشارة للأصم والعكس بالعكس إذا كان الأصم يريد التحاور مع الإنسان السامع وإن كان يستطيع أن يكتب له طباعة بكيبورد إشاري لغة أحرف إشارية أو عربية أو إنجليزية فيخرج إلى الطرف الثاني صوت هذه فكرة بسيطة جدا عن كيف يعمل تطبيق إحسان إنسان تطبيقات حيوية ومتطورة قدمها مؤتمر تكنولا إعاقة من خلال المعرض المصاحب والذي حظي مشاركة واسعة من قبل العارضين في مختلف الشركات وأصحاب المبادرات والتطبيقات الحديثة من المهتمين بتنمية وتأهيل قدرات ذوي الإعاقة وكبار السن خصوصا وأن كل ركنين في المعرض كان يضم أفكارا خلاقة أفكار وابتكارات وتطبيقات جديدة جمعات تحت سقف واحد في معرض متخصص بعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية صممت خصيصا لمساعدة ذوي العزيمة خولة لغريانيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين